بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين الصراع سيستمر كثيرا بين الحق والباطل ولا يزال نوح يصارع من أجل إظهار الدعوة إلى الله ولا يزال الملأ يحاول إفساد هذا العمل هوزاء هل أنت بخير؟ أنا بخير يا مهدي ولكني أريد أن أعرف كيف يمكن أن أتعرف أكثر وأكثر على نوح وما يدعو إليه لقد حدثتك عنه ولكني سأزيدك حديثا ولكن ليس الآن فلقد جئت لأطمئن عليك يا هاوزاء أبي دائم الحديث عن نوح وأصبح هدفه الوحيد هو القضاء على نوح وأتباعي كيف يحدث هذا؟ لا أدري ما هي فائدة هذه الحرب على نوح عليه السلام أبي والسامق يحردون الناس على نوح فقد أصبح عدوهم الأول نوح هذا الرجل التقي الورع نوح النبي الذي ساوى بين الفقير والغني وبين الضعيف والقوي ماذا يريدون منه؟ ماذا يريدون؟ يريدون القضاء على دعوته وحدم السفينة لن يستطيعوا فعل أي شيء لأن الله كفيل بالدفاع عن المؤمنين في كل مكان منذ أن قابلت نوحا وأنا أشعر بتغيير كبير في حياتي هاوزاء الطمأنينة تبدو على ملامحك؟ أصبحت أشعر أن للحياة معنا وهدفا آه يا هاوزاء وأنا أصبحت أشعر أن إيماني برب العالمين قد زادني ثقة بنفسي أصبحت لا أشعر بأن هناك من هم أعلى مني قوة ولا مالا ولا جاها ولكننا مقبلون على حرب مع هؤلاء الرفيدين لدعوة نوح أعرف هذا أعرف ولكن اطمئن يا هاوزاء اللهم على لا أعرف كيف يمكن للحياة أن تستمر في وجود رجل كنوح يا سامق نوح هذا رجل ضعيف يا سرجي ولا يستطيع أن يقاومنا مهما تجمع حوله من المريدين فماذا نفعل إذا في هذه السفينة التي يقول إنه مأمور ببنائها من ربه دعه يلهو إنه محض خيال ولن يستطيع أن ينفذ أي شيء مما يحلم به وماذا لو حاولنا أن نقلب عليه أناس يدعون أنه مجنون حتى لا يستمع إليه أحد من الناس هذا سهل يسير ومستطيع فعله وقد بدأنا فيه بالفعل يا سرجي هذا الأمر لابد أن ينتهي يا سامق قبل أن تدخل دعوة نوح إلى بيوتنا وتصل إلى قلوب أبنائنا لا أظن أن هذا سيحدث أنا لا أثق كثيرا في القادم يا سامق لا 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 تخف وما زال نوح يعمل على بناء سفينته وتنفيذ الأمر الإلهي دون تردد أو شك وما زال هؤلاء العصاة يعاندون ويكابرون ويرفضون ترك عبادة الأصنام هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا بهدي ولماذا يصنعها يا أبي؟ هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي؟ حدثني أكثر إن نوحا يدعون جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي؟ وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي؟ أنا بكل جوارحي أمير إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي مولاتي إلى أين نحن ذاهبون؟ لقد تأخر الوقت بنا لابد أن أعرف الحقيقة من خالق هذا الكون يا يوحى؟ الأصنام طبعا الأصنام التي هي من حجارة تصنع كونا بكل هذه العظمة؟ هذا ما نؤمن به يا مولاتي مولاتي الأميرة؟ ما الذي دعاك للخروج في مثل هذا الوقت؟ البحث عن الحقيقة يا مهدي فأين نوح؟ أين هو؟ هل تقصدين الرجل الذي يدعو لعبادة الله الواحد الأحد؟ نعم أين هو يا مهدي؟ أريد أن أعرف ما الذي يدعو إليه نوح لا أعرف هل يمكن أن أقوم من نومي؟ فأرى سفينة نوح هذه وقد احترقت؟ ولما لا؟ لابد أن نستخدم كل الأسلحة للقضاء على دعوة نوح وماذا أفعل أكثر من هذا؟ فقد قلت إن زوجي رجل مجنون وأعلنت هذا لكل الناس هذا لا يكفي يا والها فماذا أفعل أكثر من هذا يا صمراء؟ ها؟ ماذا أفعل معه لكي يعود إلى صوابه؟ علينا أن نتحد جميعا للقضاء علي ولدي حام جن مثل أبيه لا تتحدثي معهم يا والها قاطعيهم وسام ولدي أيضا ومعه زوجته اتبعوا جميعا دعوة نوح فماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل؟ سنحشد كل قوتنا لمحاربتهم حتى وإن كان أولادك يا والها نوح نوح كل هذه المصائب بسبب نوح ضاع أولادي مني بسبب نوح كل هذا بسببك يا نوح أيها المشنون من أنتم؟ من أنتم؟ أنتم أصنع منعقيمة لا يمكن أن يصنعكم من ناس ثم تكون آلهة تتحكم في مصائرنا من أنتم؟ ومن الذي جعل منكم آلهة؟ وأنتم أصلا مخلوقون مثلنا مستحيل أن تكون مجموعة من الأحجار هي من تسير أمور هذا العالم وهي صامتة ضعيفة لا تملك لنفسها حولا ولا قوة من أنتم؟ نوح أين نوح هذا؟ أريد أن أعرف الحقيقة كاملة أريد أن أعرف الحقيقة أريد أن أعرف الحقيقة لقد دخل الإيمان بيتك يا سراجي فماذا أنت فاعل؟ فها هي هوزاء ابنتك قد آمنت مع نوح إنه قدر الله أن يخرج من ظهر هؤلاء المفسدين أناس آمنوا بالله ونبيه نوح لقد أعرف الحقيقة